تعاني مصر من أزمة اقتصادية ونقص حاد في العملة الأجنبية بعدما فقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار سعر الدولار يواصل صعوده في السوق الموازية أو السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة ليتخطى 60 جنيها مقارنة بسعره الرسمي طيب ما الحل؟ الحل هو إيقاف العمرة كيف ولماذا؟ علمي أعلمكم ولكن هذا هو الحل الذي قدمه الإعلامي المصري خير رمضان ففي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة أطل الإعلامي المصري خير رمضان من خلال برنامجه مع خيري على قناة المحور وقدم اقتراحا للمصريين لحل أزمة العملة الأجنبية إحنا من أكتر الدول اللي بيسافر منها الناس للحج يعني الحج تقريبا بيسافر من عندنا سواء سياحي أو أرعى حوالي 60 ألف 70 ألف كل موسم لو حسب نوم حنلاقيهم معديين المئة مليون دولار طيب بيسافر في العمرة قدي المتوسط في السنة للمصريين 500 ألف الحج من استطاع إليه سبيله شخص ومرة في العمرة في ناس بيسافر 20 و 30 مرة العمرة مرة واللي قادر يروح مرتين مش هنروح النار لو ما عملتش عمرة السنة دي هذا ما أضافه الإعلامي في برنامجه مع خيري مؤكدا للمصريين بأنه لن يصيبهم شيء في وقف السفر لمدة عام لكن لما تبقى بلدي في أزمة مصر في أزمة حقيقية لازم أقول أنا هوقف العمرة لمدة سنة مش هنروح النار على فكرة لو ما عملتش عمرة السنة دي حتى لو موتت وأنا كانت نيتي كويسة لو احتسبتها أنه بوفر عملة صعبة لبلدي لأن أنا بتكلم في حدود 300 مليون دولار سنويا بيخرجوا من مصر ملاجح حل دي عملة صعبة دول بيشتروا من السودة علشان يبقى معهم عملة علشان يدفعوا مقترح تأجيل العمرة والحج الذي اقترحه الإعلامي خيري رمضان أثر جدلا كبيرا وأيضا خاصة أن المصريين يتدخيرون من أموالهم الخاصة لأداء مناسك العمرة والحج على مواقع التواصل الاجتماعي هكذا كانت التعليقات هالا سليم تقول خيري رمضان بيقترح نلغي العمرة العمرة غالية جدا اللي بيروحها دافعها من جيبه وفلوسنا منعينها عننا والكروت بيقفلوها علينا ويحطولك حد يضحك يضحك ما يكفيش يوم لمدة شهر كامل بيت ربنا عايزين يمنعونا عنه ما تمشي أو تمشي المدرب الإجنبي وتتنازل عن الملايين اللي بتاخدها وغيرك يقلدك أما أم أسامة فتقول طيب ما ممكن نمنع استيراد سلع ملهاش لازمة خمور ومكسرات وقنبري وسيجار وتبغ لمصانع السجائر وفوانيس مش هنموت يعني ونأف جنب بلدنا إنما العمرة ممكن تكون مرة في العمر لحد مشتاء لزيارة الكعبة وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أما عبد المحسن فيقول اقتراح كويس ومنع بتوع إيجيبت من الساحل أو إيجيبت من الساحل الشمالي وعدم سفرهم إلى بلاد برا للسياحة لتوفير الدولار ومنع مواكب الوزراء وتقليص القنصليات في الخارج ووقف مشاريع الكبار والقطارات أيضا خالد محمود يقول يعني حضرتك سبت كل النواحي الأخرى وقيت على العمرة اللي الناس بتحلم بيها وبتحوش ليها طيب لي ما تقول شي نوقف استيراد السيارات لمدة سنة أو اتنين مثلا وفعلا كده مش هنموت لكن في ناس ممكن تموت قبل ما تعمل العمرة اللي بتحلم بيها خلال السنة أيضا تغريدة من يحيا صابر على ما يبدو يقول الأهم شيء يوقف استيراد الحاجات اللي ماليها لازمة إحنا دلوقتي دخلين على رمضان والسوء هيتملي بياميش رمضان اللي أصلا ماله لازمة يجب أن يقتصر الاستيراد على مدخلات الإنتاج فقط وعدم الحصول على قروض الفترة القادمة مشاهدين عدد المعتميرين المصريين وصل العام الماضي إلى خمسمائة ألف معتمر وذلك وفقا لدراسات السوق ونسب حجوزات برامج العمرة الحالية والمستقبلية أما عدد الحجاج فوصل إلى ستين ألف حاج بتكلفة مئة مليون دولار أي أن تكلفة أداء الحج للمرة الواحدة وللشخص الواحد تصل إلى ألف وستمائة دولار يتكبدها المصريون طبعا من مالهم الخاص أما فيما يخص الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر فأرجعت تقارير اقتصادية نشرتها وكالة ايف بي انهيار قيمة الجنيه المصري إلى الانفاق العام الذي استنزف خزينة الدولة وضاعف ديونها حتى وصلت إلى مستويات قياسية فالمشاريع الضخمة بما في ذلك العاصمة الجديدة التي تضم أطول مبنى في أفريقيا فضلا عن القطارات فائقة السرعة كلها دفعت البلاد للانزلاق في هاوية الديون بحسب التقارير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر